موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود تجري في العالم العربي الآن مسرحيتين انتخابيتين لاثنين من أعطى الحكام المستبدين المتورطين في دماء شعوبهم الأول هو بشار الأسد في سوريا الذي يقتل ويدمر شعبه وبلاده منذ عدة سنوات والثاني هو عبد الفتاح السيسي في مصر الذي قاد انقلابا على أول رئيس مصري منتخب وقتل واعتقل بعده عشرات الألاف من المصريين ويسعى الآن لتتويج انقلابه بانتخابات مصرحية هزلية بينما جرت في العراق الذي دمرته الولايات المتحدة بعد احتلاله انتخابات في الأسبوع الماضي توجت نور المالكي المتهم بالقيام بحرب تطهير ضد السنة رئيسا للحكومة للمرة الثالثة كما أصبح لبنان بلا رئيس بينما تتخوف دول الخليج من التقارب الإيراني الأمريكي وتتعرض ليبيا لمحاولة انقلابية على غرار ما جرى في مصر بينما تمر تونس بمرحلة انتقالية عصيبة أما جارتها الجزائر فقد جدد للرئيس بوتفليقا الذي حضر الانتخابات وأقسم اليمين على كرسي المتحرك ولا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن كل ما يجري بل إنها شريكة فيه أو محركة فاعلة لكثير من هذه الأحداث وفي حلقة اليوم نحاول فهم الدور الأمريكي مما يحدث في المنطقة مع أحد أبرز الشخصية الأمريكية المتخصصة في شؤون الاستراتيجية والدفاع والأمن تولى مسؤوليات كبيرة في الإدارات الأمريكية المتعاقبة ويعرف دول المنطقة وحكومتها وحكامها البروفيسور أنتوني كورديسمان ولد في شيكاغو عام 1939 حصل على الماجستير من كلية فيتشار للقانون وعلى درجة الدكتورة من جامعة لندن تولى عددا من المناصب العليا في الإدارة الأمريكية في وزارات الدفاع والخارجية والطاقة كما شغل منصب المساعد المدني لنائب وزير الدفاع ومدير التقييم الاستخباراتي للدفاع وممثل وزير الدفاع في مجموعة عمل الشرق الأوسط يعمل أستاذ كرسي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ويقدم حتى الآن استشارات لوزارتين الدفاع والخارجية الأمريكية وقام بزيارة معظم دول المنطقة ويتابع الملفات الأمريكية بها منذ حرب أكتوبر عام 1973 وقد زار كورديسمان أفغانستان والعراق مؤخرا لتقديم المشورة للقيادة العسكرية للخروج من مأزقها هناك كما يوصف بأنه مقرب من القيادة الإسرائيلية ولمشاهدين الراغبين في المشاركة أستقبل تساؤلاتكم عبر فيسبوك وتويتر www.facebook.com.br أو at ega اي منصور ega عبر تويتر بروفسور كورديسمان مرحبا بك وأشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في هذا البرنامج شكرا جزيلا لكم الشعب المصري قال كلمته بوضوح وقاطع الانتخابات المصرحية التي جرت للجنرال السيسي حتى أن مصادر داخل الإدارة المصرية قالت أن نسبة الحضور لا تزيد عن 7 إلى 10% من الناخبين بينما قال الرئيس أوباما في خطابه اليوم أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل بالحكومة المصرية الجديدة لماذا تتحدى الإدارة الأمريكية إرادة الشعب المصري وتصر على دعم حاكم انقلابي قتل الكثير من المصريين والآن سيصبح رئيسا بعد هذه المصرحية الهزلية عندما تسألون سؤالا هل أنك توقفت عن ضرب زوجتك أم لا يصعب علي أن أعطيك إجابة موضوعية أعتقد أن الحقيقة أن هناك صراعا على القوة في مصر صراع بين الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية وما لا يبدو للناس أنهم قادرون على فهمه أن كل الثورات تقريبا من هذا النوع تنتهي بفترات عنف مطولة هذا لا يعني أنك تمكن أن تتجاهلها ولا يمكن أن تخفق في التعامل مع الحكومة ولا يمكن أن تتجاهل مستقبل الشعب المصري من خلال إيقاف العلاقات معه عندما تتحدث عن استمرارنا في الحديث مع هذه الحكومة ما هو البديل المتاح أمامنا هل نتوقف عن الحديث معها هل لا نحاول التأثير فيها لكي تكون أقل عنفا أم لا تستجيب لمتطلبات وحاجات الشعب المصري سمعنا الانتقادات نفس الموجهة الولايات المتحدة عندما تعاملنا مع الإخوان المسلمين لكن علينا أن نتعامل مع الحكومة المصرية الموجودة في وقتها وليس التي ينبغي أن تكون هناك أنا سأرد عليك من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي قالت في أول مايو أن إدارة الرئيس باراك أوباما هي التي تقوم بنشر الفوضى في مصر من خلال دعمها لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يحاول سحق المعارضة بما فيها المعارضة العلمانية أولا إن الواشنطن بوست لا تتحدث عن الجريدة نفسها بعض الأفراد قالوا ذلك إنك بكلامك هذا تقتبس بشكل خطأ ما جاء في المقال لكن ما هو مهم الآن هو ماذا سيحدث للاقتصاد المصري ماذا سيحدث لإحتياجات الشعب المصري ما هو النوع التأثير الذي يمكن أن نؤثر به على المؤسسة العسكرية هل يمكن أن نعيدها إلى موقف أكثر اعتدالا لا نستطيع ببساطة أن نقف مكتوفي الأيدي لقد قللنا من حجم الدعم العسكري مارسنا بعض الضغوط على الحكومة المصرية وحاولنا الدخول معهم في حوار لكن إذا ما نظرت إلى العالم في حالة عقب حالة ترى أن علينا أن نتعامل مع الحكومات كما هي البديل هو أن نتخلى عن البلد تماما وأن نتخلى عن شعبه هل السيسي في إحدى حواراته قال إنه قبل أن يتحرك بانقلابه رجع إلى السفيرة الأمريكية في القاهرة وتحدث معها في هذا الأمر وكل المراقبون هنا يقولون أن السيسي لم يقم بانقلابه إلا بدعم أمريكي من الغرابة بمكان أننا سمعنا من أطراف الطرف الآخر بأننا دعمنا الإخوان المسلمين لفترة أطول مما ينبغي وأن الولايات المتحدة لم تضغط عليهم بما فيه الكفاية ليتخلوا عن السلطة أن تضعونا في خضم وفي وسط الموقف السياسي المصري وتقولون أن السفير المصري هو الذي يتخذ هذه القرارات هذا لا يرقى إلى مستوى الحقيقة هل معنى ذلك أنك لا تعتبر ما حدث في مصر انقلاب عسكري؟ أعتقد أن ما تراه هو صراع على القوة وأن العسكر قد فازوا به لكنه كان صراعا للقوة خاضه الإخوان المسلمون أيضا من خلال التلاعب بالدستور ومن خلال التلاعب بالمجلس التشريعي أو مجلس التشريع المشكلة التي تواجهنا الآن هو ماذا سيحدث للمصريين أنفسهم؟ ماذا يمكن أن يأتي بالاعتدال مجددا ويعيدهم إلى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ وماذا بعد نحو ثلاث سنوات يمكن أن يستعيدوا التنمية الاقتصادية؟ هذه ليست قضية نظريات سياسية إنها قضية ملايين وملايين من البشر هل يهمكم هؤلاء البشر؟ في مئتي ألف قتلوا في سوريا وهناك في مصر قتل أكثر من ستة ألاف ولم نسمع أي إدانة منكم أنتم لا يهمكم إلا مصالحكم منذ متى والبشر يهمونك؟ أولا إن ما قلت هو كذب مفضوح الولايات المتحدة مهتمة ومعنية بالشعب السوري والمصري بالنسبة للشعب المصري نحن نقدم له مساعدات كبيرة وننسق هذه المساعدات وعندما يأتي الأمر لتقديم مساعدات إنسانية داخل سوريا نحن من الداعمين الرئيسيين ومنذ أن بدأت عمليات تدفق اللاجئين وإذا ما راجعت أي بيان من بيانات وزارة الخارجية الأمريكية سترى ذلك لكن هذا لا يعني أن لدينا حلولا سحرية سهلة للمشكلة في سوريا أكثر مما أن نستطيع القول بأننا يمكن أن نغير الحكومة المصرية كذلك الولايات المتحدة قوة عظمى لكنها ليست بلدا يلوح بعصى سحرية لا يمكن لها أن تفتح القمقم وتطلق جنيا من جديد بروفيسور كوردسمان الدعم الذي تقول أنكم تقدمونه لمصر هو دعم يقدم تحديدا إلى الجيش المصري وبشكل مباشر إلى الجنرالات والحكومة المصرية أو الشعب المصري لا يستفيد من هذه المساعدات وأنت تعلم هذا الأمر جيدا هل تقديم معونة مباشرة لقيادات الجيش المصري دون مرور على ميزانية الدولة المصرية وعقد اتفاقات بين وزارة الدفاع الأمريكية وقادة الجيش المصري لا تعلم عنها السلطة شيئا يعتبر مساعدة للشعب المصري؟ إن تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية وأعتقد أنك من جديد تحرف الحقائق مرة أخرى الأموال التي تتدفق على الحكومة المصرية مصدرها السعودية والإمارات والكويت بشكل أساسي نحن قدمنا معدات عسكرية لم نعطي هذه الحكومة أموالا نقدية فقط لتستخدمها كما تشاء إن هناك ثلاثة بلدان عربية هي التي تقوم بذلك نحن نحاول أن نستخدم تدفق المعدات العسكرية إلى مصر بطرق من شأنها أن تقنع الحكومة المصرية لتكون أكثر اعتدالا عندما قمنا بذلك وضعت ثلاثة بلدان عربية 12 مليار دولار تحت تصرف الحكومة المصرية إذن أن نستفرض بالولايات المتحدة فقط ونقول هي التي تفعل ذلك هو تحريف كامل للحقائق اسمح لي لا أريد أن أتبادل معك الاتهامات وأرجو أن لا توجه الاتهامات أنا أكلمك بمعلومات منذ العام 79 بعد اتفاقية كامب ديفيد والولايات المتحدة تدعم الجيش المصري بـ 1.3 مليار دولار أليس هذا شراء لزمة الجيش المصري وأن يصبح تابعا للسياسة الأمريكية في تنفيذ ما تريد؟ سيكون من العجيب حقا لو استطاعت ألوات المتحدة تفعل أي شيء للجيش المصري ضباطنا حاولوا باستمرار إقناع الجيش المصري بأن يكون أكثر اعتدالا وأقل قمعا وضغطنا عليهم ليحدث تغييرات في الجانب الاقتصادي ولم يرى أحد مننا هذا الاستخدام المتطرف للقوة ولم نتوقعه خاصة ضد المصريين المعتدلين على أساس أنه أمر سيأتي بالاستقرار إلى مصر لا نعتبر هذه طريقة تعيد السياحة وتعيد الاستثمار إلى مصر لكن الحقيقة المؤسفة أننا لم نرى أي تقدم أن يحدث في ظل حكم الإخوان المسلمين أيضا ما رأيناه كان صراعا على القوة بين المصريين أنفسهم على أعلى مستويات الحكومة وليس تركيزا على حاجات الشعب أو إحداث تنمية وإصلاحات اقتصادية وجعل الحكومة أكثر كفاءة أو توفير تعليم أفضل أو أي من حاجات الشعب المصري الأخرى أنت الآن تقر بأن الجيش المصري الذي تدعمونه بواحد وثلاثة من عشر مليار دولار منذ ما يقرب من ثلاثين عاما استخدم هذا الدعم في قتل وقمع الشعب المصري وعجزتم عن إيقافه إنما أقوله مرة أخرى هو كيف يمكن لنا أن نوقفه هذه المعدات أنفقت لتوفير معدات عسكرية ثقيلة لم تستخدم أي منها من قبل القوات الأمنية أما رأيت الدبابات في شوارع القاهرة وهي تقتل المصريين أما رأيت الدبابات وهي معدات ثقيلة أما رأيت المدفعية الثقيلة تقتل الناس رأيت أسلحة يتم حشدها ولكنني لم أرى استخداما للمعدات الثقيلة ما رأيته هو قوات شرطة وقوات أمنية وناس يستخدمون معدات خفيفة ربما تريد أن تفتح كتاب التوازن العسكري في العالم وترجع إلى المراجعة العسكرية لترى كم من المعدات التي ما زالت في حوزة الجيش المصري وسترى أن المعدات الأمنية ليست من صنع أمريكي لم تدينوا قتل الجيش المصري لأكثر من خمسة آلاف مصري حتى الآن ولم تدينوا ما يقوم به الانقلاب العسكري من محاكمة عشرات الآلاف من المصريين معنى ذلك أنكم تعطون الضوء الأخضر لهؤلاء الانقلابيين ليفعلوا في الشعب المصري ما يريدوا وأنتم لا تحركون ساكنا ربما تريد أن تذهب إلى هناك وتراجع ما يتنشره مواقع وزارة الخارجية أو موقع وزير الخارجية كاري أو موقع الكونغرس هذا ليس أمرا يدعمه الشعب وهو بالتأكيد ليس ما نريد أن نراه يحدث لكن ما نريده ونريد رؤيته أن نرى حلا ما لصراع القوة في مصر لكن الولايات المتحدة لا تمتلك وسيلة على الأطلاق تجعلها قادرة على إيقاف ما يحدث من الخارج ربما نستطيع التأثير في مجرية الأمور لكن مرة أخرى ذكروا أنفسكم من أين يأتي المال والدعم لما يحدث أنه يأتي من العالم العربي نفسه أنت عملت في وزارة الدفاع وكنت نائبا أو مستشارا أو مساعدا لنائب وزير الدفاع وتعلم أن آلاف الضباط المصريين في الجيش المصري يذهبون للولايات المتحدة ويتلقون هناك التدريبات وأنت تعرف ما يحدث مع هؤلاء الضباط أليس لكم تأثير على هؤلاء؟ كل ذلك التدريب يبين أهمية معاملة المدنيين بشكل لا أقل كل هذا التدريب يحصل في بلد ديمقراطي إنه ليس تدريبا للمصريين فقط المصريون يأتون للتدرب مع الأمريكيين ويأتي معهم متدربون من بلدان أخرى نحن لا نهيئ كليات حربية وكليات أركان من دون أن تشدد على أهمية احترام القيم المدنية واحترام حقوق الإنسان لكن رغم ذلك تبقى الحقيقة هي كما هي أن هذا صراع على القوة والسلطة وهناك انتهاكات من قبل الطرفين ومنذ انتهاء الحكمة الاستعمارية ومن أهم الدروس المقيتة التي تعلمناها أننا قد نعلم الناس قيماً ديمقراطية فقط لكن لا نستطيع من الخارج أن نجبرهم على إنفاذها وتطبيقها خصوصاً إن كانوا في خضم ثورة وفي خضم صراع على السلطة هذا ليس قضية ما حدث في مصر ببساطة رأينا هذا يحدث في اندونيزيا وفي شتى أنحاء العالم من قبل وإحدى المشكلات الأساسية هو أن علينا أن نتعايش مع البلدان كما هي عليه لكنك لا تستطيع تصدير اللوم علينا أو على أي بلد آخر هذه هي مسألة ينبغي على المصريين أنفسهم أن يتولوا المسؤولية عن وضعهم بأنفسهم وهذا ينطبق على كل الثورات وحالات الجايشانات في العالم العربي كلها لا يمكن لأحد من الخارج أن يقوم بتقديم حلول سحرية لها تقول أن هناك انتهاكات من الطرفين هل تساوي بين الطرف الذي يملك القوة يملك الشرطة يملك الجيش يملك القضاء يملك الإعلام ويقتل في طرف آخر لا حول له ولا قوة وصفته أنت في البداية بأنه طرف مدني أما تساوي أنت كذلك بين الجاني والضحية هل هناك مشكلة في وصول الصوت؟ سمعت سؤالي كان سؤالي لك حول مساواتك بين الجاني والضحية حينما قلت أن هناك انتهاكات من الطرفين يبدو أن هناك مشكلة في النية أعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع أنتوني كوردسمن المحلل في شؤون الدفاع والتقديد الاستراتيجي في معاهد الدفاع والاستراتيجية في واشنطن نعود إليكم بعد فاصل قصير فابقوا معنا مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي كنا نستضيف فيها أنتوني كوردسمن يؤسفني أن أبلغكم أننا أصلح للخنلة الفنية مباشرة بعدما خرجنا للفاصل لكن الضيفة رفض الاستمرار في الحوار محتجا على الأسئلة التي نوجهها إليه رغم أننا تركنا له الفرصة كاملة للإجابة لم أقاطعه في إجابة سؤال واحد حتى أنه اتهمني عدة مرات ولم أرد على اتهاماته وهذه أسئلة طبيعية يمكن أن نوجهها إلى أي مسؤول أمريكي وهذه هي الأسئلة التي نوجهها عادة إلى ضيوفنا لا سيما إذا كانوا يمثلون جهات رسمية أو يقومون بتبني وجهات نظر معينة أنتوني كوردسمن له دور كبير في صناعة السياسة الأمريكية ولازال حتى الآن مستشارا لوزارتي الدفاع والخارجية ولازال يساهم في صناعة السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية يأتي إلى المنطقة تفتح له الأبواب كلها ويعرف كثيرا من التفاصيل عن حكومات المنطقة وعن جيوشها لا سيما جيوشها له علاقات وطيضة مع إسرائيل وأيضا علاقات وطيضة بكثير أو بمعظم الحكومات العربية كنا نعتبره شخصا على بينا من يدخل منكم إلى موقعه سيقرأ أشياء كثيرة ودراسات كثيرة لم أخرج في أسئلة عما يكتبه هو أو عما قاله بعض المستشارين الذين عامل معهم كمستشار مثل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي الذي وصف الانقلاب في مصر بأنه بطة وقال بأنه انقلاب كما قال جون مكين الذي عامل معه كردسمان مستشارا وقال إن ما حدث في مصر إن البطة يقال لها بطة وما حدث في مصر هو انقلاب ترك الحوار وخرج ونحن أسفنا ذلك مقعده فارغ في واشنطن يعني قمنا بما علينا وهو لم يحب أن يواصل الحوار أشكركم شكرا جزيلا على هذا وإن شاء الله سنعود لكم هذا الأمر مع مسؤول آخر أمريكي قريبا إن شاء الله في الختام أن قل لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة